طيب معنا عبر الهاتف أستاذ حازم فتوح وكيل أوباما وكيل حسام عبد المجيد وكيرترين وعدد من اللاعبين أيضا والمداربين يا فندم صباح الخير حضرتك مشرف ومنور طبعا خير أستاذ كريم وأهلا بيك وساعد بالمتحلات أنا أسعد بكل تأكيد حسام لعب جزء من المباراة وتقالك مثله مثل كل شباب الزمالك مبارا وحسام تحديدا أنا كنت تفرحان له عشان حسام كان له بعض المشاركات السابقة الطفيفة طبعا وكان دايما يتحط تحت ضغط وانتقادات رغم أنه كان بيلعب في ظروف صعبة جدا ينبالح لعب في المباراة أصعب ربما وأدى بشكل كويس جدا في الوقت اللي يلاعب فيه ده حقيقة فندم وحسام عبد المجيد لعب عنده إمكانيات عالية ولعب عنده مواهبة وإن شاء الله بيزيل في المستقبلة كل دهور ولسه طبعا أنا أتكلمت مع اللعب بعد المباراة وتروحنا لسه في أول الطريق ولسه احنا ما عملناش حاجة لسه الطريق طويل أنك تاخد الفرصة بشيء جميل بس المهمة أصبحت صعبة لأنك مطلوب منك تحافظ على الفرصة دية وتفوزر لوجود كوكبة من نجوم في نادي الزمالك لما احنا عارفون في نفس الخطف فدي محتاج من اللعب كتير ومحتاج من يطوض السواف وإن شاء الله أحسام عنده الدافع وعنده الدواسة وعنده الإمكانات اللي يدخلين إن شاء الله يطوض السواف ونشوف إنه أكتر من اللي أقدمه فترة لسه طيب أنا السؤال اللي جاي لي لحضرتك ده ملوش علاقة بأحسام عبد المجيد تحديداً بس إنت أكيد وكيل لعدد من اللعبين ومنهم كثير من اللعبين الشباب ليه مفيش مجموعة عش كنت لسه بسأل الدكتور أشرف صبح في هذا القامل وزير الشباب الرياضة ليه مفيش مجموعة من الشباب كده فجأة لقيهم موجودين في أوروبا يعني ليه دايماً بنستنى لما يتساعدوا وخد بالك هو من السواق يعني برضو هو معدي لعشرين سنة ليه ملقيش مثلاً من سبعتاشر وثمانتاشر سنة موجود في أوروبا أكيد حركت جوه الشغلانة جوه التفاصيل ديت وده سؤالش يغني بقى لي كم يوم أولاً حضرتك المواهب أو اللاعبين اللاشئين في العمار اللي هي مفوضة 17 أو 18 سنة اللي هو اللي يكون مناسب من اللاعب يروح أوروبا أعدادهم قليلة اللي خلطت تجربة دية ونجحوا فيها قليلين بس فيه لعيبة كتير خلطت تجربة دية ممكن ما فلطوش عليهم الأضواء لأن تجاربهم لم تكتب لكن هي فعلاً أعداد قليلة وده كان يعني بيرجع برضو أن الأنتهال الأوروبية لما فيه تهزر اللاعب يعني أنا أتكلمت في موضوع دية في مداخلة من سنة إن إحنا في القطاعات تحت نهتم بالبناء اللاعب كبنية جسدية والتغذية وحيور كترة جداً دي لازم تكون محطوطة في الخطط وفي البنان بتاع قطاعات المياشئين لأن دي اللي بيبقى ليها دور رئيسي إنها بتكون اللاعب بموصفات معينة سعياتاً عنديها رؤبية لها هي اللي بتيجي عن اللاعب وهي اللي بتتكلم معه وهي اللي تصنبه فالحاجات دي كلها طبعاً لها عامل في الموضوع ده يعني التأسيس اللاعب بمعنى صح وإحنا طبعاً إحنا بالنعق مثلاً ده كترة تغذية وخصائين التأهيل وحاجات موجودين في بسرعة أو وبينما هو العكس إحنا عفوض نبدأ من القطاعات تحت ونهتم بالحيطة دي أكتر بالندال اللي بيبني اللاعب وبناء على اللي بيبني عليه هو اللي بيكمل فيه بعيد حياتك الملعب صحيح طيب الجزئية دي إن شاء الله يعني نتكلم ممكن نتكلم فيها كمان بشكل أوسع إن شاء الله متكون حلقة دي في حلقة إن شاء الله بإذن نتكلم عنها بشكل أوسع ليه سيف الجزئية ما كانش موجود مبارح في مباراة الآن لا حضرتك هو سيف كانت حال زي ما الجميع عارف كانت في مهمة مع المتخب التونسي في دورة في اليابان وطبعاً السفره كان بالتنسيق ما بين دارة المنتخب ودارة الكرة في نادي سبالك وتواريخ الحجز سواء الذهاب أو عودته يعني معلم معلم بيها ترتب الكرة في نادي سبالك والمنتخب بلغ بيها فحصل بعد ما انتهت المشاركة بتاع اللاعب الإدارة الزمالك رأيت أو إدارة الكرة في نادي سبالك وعند اللاعب محتاجين يدوا بقبلي شوية عن المعاد المحدد ليه مسبقاً وكان معاده أصلاً وصول يوم السبت الليلة المباراة فطلب إدارة الزمالك تواصله مع اللاعب وتواصله معه إدارة الكرة في نادي سبالنادي وبالفعل تواصلنا مع إدارة الاتحاد التونسي والناس كانوا متعاونين ومتجعوبين وتم تقديم موعد حضور اللاعب واللاعب حضر بالفعل وشارك في تمرين اللاعب المعصر والمدرب رؤية فنية لا أكثر ولا أقل شايف أنه اللاعب لا يشاركش في المباراة واللاعب تقبل ذلك وفي الحقيقة كان لخامير مرتضى كان دوره وهو بدأت الأمور تمتحسنة تماماً مع اللاعب بعد مع اللاعب وتتكلم معه وأي سوق تفاهم أو فيه سوق فهم اللاعب تم إزالته وعلاقة جيدة جداً جداً وهو أول من الساب اللاعب بصراحة هو موصل حتى بعد استبعاد وكان موجود معه واللاعب نفس الشيء برضو خد الأمر بكل بساطة وكان موجود مع الزرق أكتاء في يوم المباراة في الفندق وفي غرف اللبس وفي المدرجات وأذر جملاء وفي مباراة ده الأمر اللي هيعده قم لأكتر من النهروق الهنية لأكتر بس عليك برضو قلت في نص كلامك إنه كان فيه سوق تفاهم سوق تفاهم أنا بقول لك وبصراحة المين مرتضى عمل دور كويس مع الفريق بيحتوي جميع اللاعبين قريب جداً من أنا بقول لك ده تقييم عمل أنا لمسه ومش أخباره معنات لا شيء أنا عايش مع أكثر من اللاعب مهم وده كان ليه دور كبير جداً في حقيقة يعني فإنه بلنم الفرقة وقافل عليها بصراحة ومحتوي اللاعبين أي لعب عنده مشكلة وقرائب منه في الحقيقة ومنه ومنه السيف الجزيري طيب هواق السيف طيب سيف انت بتقول لي السيف الجزيري كان المفروض هيرجع يوم السبت بالليل مظبوط كده ده المعادل ده المعادل اللي كان متفق عليه مع نادي الزمالك مظبوط طيب هل دلوقتي ده منطق إنه اللاعب يرجع ليلة مباراة الأهلي والزمالك يعني مش هل حتى يتضرب أي تدريبة والزمالك كان يبقى موافق على ده أنا بس بحاول أورد الناس صورة حقيقية ووضحة الموضوع ده هو الكلام ده برضو الأستاذ أمير أتكلم فيه يعني النفس المعادل أنا قلته لك ده هو قال يعني يعني مش بقول مثلا سر أو شيء لهو شيء معلن ومعروف آه وطبعا هو تنسيق بأنه تعارف موقعي طهران ومتقل رحلة طويلة جدا الراجل جاي من اليابان نزلوا ترانزير دبي قاعدوا يوم هناك من دبي على تونس ومتروز على القاهرة فخط سر الرحلة هو اللي كان حاكم الموضوع ده طب مواقف بردة ايه مواقف بردة ايه منزعج ولا تمام عندوش مشكلة بالعكس العلاقة طيبة هو راجل شاركة عادي في التمرين والذي يعني زي يعني السبعات هي في الأكباب فنية ده شايف انه هو مش محتاجه في المباراة وشي بلاعب محترف بلاعب مؤدى بلاعب منضبط مع تقبل القرار بصد راحب وبالعكس كان موجود مع زميله من يوم مباراة الصبح لغاية من مباراة تحت سواء في الفندو سواء في ووض اللبس في المدرج وابقولك في علاقة جيدة دلوقتي وفي روح طيبة بالفريق واخر المصادر عام شكله طيب مع اللعبين ومع الفرقة وعزال كثير كثير من الحاجات كثيرة هو موجود قريب من لعيبة وبالتهم بفعلا بيخلي فيه استقرار وفي روح زي ما انت شاهدت ايه من بارح في الملعب يعني كانت حاجة جميلة وكنا بنتكلم عن كورة فعلا بجد يعني أنا متابع على انت فعلا انت ملاحظتك انا وحييك عليها بارح احنا شوفنا مرات شكورة وشوفنا فنيات وشوفنا روح من لعيبة تل فرقتين دي حاجة جميلة وده جيد ده يا ان شاء الله تمنى نكون مرحلة دي ده عندك حاجة اوباما اوباما اموره مستقرة في نادي الزمالة؟ لا لا امور تمام الحمد لله مفيش اي حاجة وصف الأمور اوباما كان فيه كلام على فترات انه ممكن يحصل تعديل في التعاقد بتاعه والكلام ده مزبوط ولا غير صحيح؟ والله اشوف حضراك احنا دلوقتي انا الامور ان خاصة باي عوض اتعارف محالة حساسة من دوري وانا بتحفظ على الاجابات اللي هي خاصة باي خصوصة موضوع العوض لكن الامور طبيعادية جدا وانا بقول لحضراك فيه استقرار وفيه جهاز كورا بصراحة في نادي الزمالك بير اسوأ مصر في العام على فريق مصر جميل مرتضة عام الشغل كويس وعمل حالة استقرار ده هي اللي انت خليتك دايما انت شايف كده حضرتك اللاعيبة الكبار والصغيرين بي قد بروح عالية وبثقة وخلت المباراة استمتعنا بيها على مدار شوطين سواء من الاهلة وثمانية وطبعا دي انا حاجة بصراحة تميلة من عمله من ساعة اول يوم هو رجع فيه انا فيه تغيرات عملها انا صراحة موجع بيها منها طريق سنهاء اللي علاقة مع السايد كارترون حفظ التكريم الدرق اللي قدمه داي واجه انا ولتها فيه احد البرامج انا شايفا نجيه واجهة مشرفة للقرى المصرية زي ما الاهل عمل مع مستمعيني صح والراجل شاكر وزي ما كارترون الناس كل العالم شاف صور تكريمه صح واميره هي بيدي له الدرق دي حاجة جميلة صح وبتدي دعاية وبتدي صمعة كويسة احنا متصوض دلوقتي مع مدرب للمنتخب المصري والاهلي بيبحث عن مدرب كل الهيسر اللي بيحصل بابي يعني صمعة والطبع انتوا بقى ايجابي المدربين اللي اللي يفكروا ينوم وان شاء الله بإذن الله نكون خطوة جاية للخطوات الإيجابية للقرى المصرية